السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا و السلام عليكم معكم في السلام الصفاء و من قناة تيوك نرى المراجع في الفيديو لا تنسى اشتركوا في القناة اليوم بإذن الله كتبت رسالة اشتياق لأخي و اكتبت شكر و اشتياق لأخي بسم الله الرحمن الرحيم الى اخي العزيز احمد بعد التحية و السلام اكتب لك هذه رسالة و عبر لك عن مدى حبي و اشتياقي لك كمان او اذكر حبي له في البداية نكتب رسالة في مربع بسم الله الرحمن الرحيم اسم المرسل اسم اخي العزيز احمد و ممكن نكتب التاريخ والبلد تحتيها بعد تحية تحية الرسالة بعد تحية والسلام اكتب لك هذه الرسالة لو اعبر لك عن مدى حبي و اشتياقي لك مضمون الرسالة اترك فريغة مضمون الرسالة اترك فريغة ايضا مسافة كلمة بياط اخي حبيبي هل تعلم يروح الفؤاد يروح الفؤاد كم انت غال كم سهبنا سويا و كم دحيقنا و كم لعبنا و كم مرت على الدحكاتنا خارج جدران اقرفتنا اتتذكر المرات التي تقصبنا فيها اشياءنا وهل تتذكر وقت شجارنا و وقت لعبنا اتتذكر خوفك و حبك الدافئ لي انت الصديق الوفي و الخليل المقرب انت اماني و اماني و وقايتي و بعد ان كبير النامعا لازلت احبك وتمنى لك السعادة و التوفيق خاتمة الرسالة اترك فريغة دمت لي اخا افتخر بك دمت لي سندا معمودا اتكو علي حفظك الله و رعاك من اخيك محمود داخل المرابع توقيع اسم المرسل او اسم الرسل اللي سيرسل الرسالة نحية الشمال داخل المرابع التزن بعلمات ترقيم نقطة و الفصل و علامة الاستفاة و غيرها من علامات ترقيم اشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم دون تفرعت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته